ثم قال قلة التوفيق وفساد الرأيش وخفاء الحق هيتكلم عن نتائج المعصية وهذا الكلام توسع فيه جدا في الداء والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي هنا مختصر قلة التوفيق شوف المعاصي بيترطب عليها يا أخوانا قلة التوفيق وفساد الرأيش وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق ينفرون منك والوحشة بين العبد وبين رب تجد وحشة وليس أنسا منع إجابة الدعاء قسوة القلب محق البرقة في الرزق والعمر حرمان العلم لباس الزل يصبح زليلا إدالة العدو العدو ينتصر عليه وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك المعيشة وكسف البال تتولد كل هذه الأمور من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار مش الإحراق يتولد عن النار نعم والزرع يتولد عن الماء نعم فجذلك كل هذه الأمور تتولد عن المعاصي والضاد هذه تتولد عن الطاعة فإن أردت أن يبتعد عنك كل هذه الصفة فعليك بطاعة الله وترك معصياتي في بعض النسخ الأخرى كلمة ساقطة عندنا من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتي من المكاره حفت الجنة بالشهوات وحفت النار بالمكاره أستغفر الله حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات فقال من خلقه الله للجنة لم تزل هداياه تأتيه من المكاره حفت الجنة بالمكاره ومن خلقه للنار لم تزل هداياها تأتي من الشهوات حفة النار بالشهوات واضح؟